موسيقى السلام عليكم حياكم الله مشاهدين الكرام و أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق و ننتظر مشاركاتكم من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة مشاهدين الكرام أو من خلال الرقم المخصص للواتساب و اللي يمكنكم من أرسال رسائلكم النصية اللي رح نقرأها إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة نبدأ من الملف الأول مشاهدين و اللي يعنى بحوادث مدن الألعاب اللي تحولت من أماكن يفترض أن تكون متنفس للعراقيين إلى أماكن تهدد حياتهم نتيجة الفساد المستشري بالبلاد و غياب الرقابة و الصيانة الدورية للألعاب المستخدمة داخل هذه الأماكن الترفيهية طبعا انتشر مقطع مصور من مدينة الكوت مركز محافظة واسط للحظة سقوط أطفال من إحدى الألعاب جراء انهيارها في مدينة الأحلام مما أدى إلى إصابة وجرح عدد من الأطفال خلونا نشوف هذه اللقطات الأولى للحادث ترجمة نانسي قنع اللقطة يمكن شفتوا مشاهدين الكرام إذا ممكن نعيده خلينا نرجع منا نرجع لهذا المستوى شوفوا شوفوا هاي اللعبة هاي اللي هي بال بعيد بين الصورة اللحظة اللي سقطت فيها هذه اللعبة طبعا إصابات بين صفوف الأطفال نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا ننتقل إلى مقطع ثاني طبعا على نفس القضية وثق مواطنون الإصابات اللي وصلت إلى المستشفيات في محافظة واسط حيث بلغ عدد الإصابات عشرين طفل وحالة بعضهم خطيرة للغاية بحسب ما تم تداوله يعني إذا نتبين هس اللقطات وياكم مشاهدين وتشوفون حالات الإصابة اللي وقعت بين صفوف الأطفال اللي كانوا يستخدمون هذه اللعبة سلام الله جزيلا نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا وننتقل إلى مقطع آخر نفس القصة حيث روت فتاة نجت من هذا الحادث تحدثت عن الموقف اللي مروا به ولحظات الخوف والرعب اللي عاشوها لحظة سقوط هذه اللعبة في مدينة الأحلام بمحافظة واسط خلونا نشوف شين اللي صاروا ياكم عمو وقعت بين السنسلة يا سنسلة والله دولة تصاعدين ديلاب الهواء حتيري يعني لا مو ديلاب الهواء نعم أرسل أصب طويلة التفتاب أها وقعت بيكم نعم كالكوم انتم شمع أربعة 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 هذا استهتار وعدم مبالات تعليق من حمودي يقول لا أمان لا تقنية لا متانة هيش ألعاب خطرة المفروض يتم استيرادها من أرقى الدول لتصنيع هذه الألعاب عندنا تعليق من عامر يقول هذه نتائج الفساد وشغل الواسطات تروح ضحيتها الأطفال حسبنا الله ونعم الوكيل عندنا تعليق من أحمد يقول أكيد المستثمر تابع للأحزاب الموضوع يؤشر الفساد يؤشر وجود الخلل الموجود في غياب الصيانة والمتابعة والرقابة مثل ما قال أحد الأخوة بالتعليقات هذه الألعاب خطرة المفروض أن تكون أول شيء ذات متانة عالية وجودة وصيانة دورية لهذه الألعاب الخطرة لأنه مثل ما شفتوا انهيارها قد يؤدي إلى وفيات الحمد لله إلى الآن لا توجد حالات وفاة لكن هناك إصابات خطيرة ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدين الكرام حذر أهالي محافظة ذيقار من ارتفاع الإصابات بمرض الحصبة في ظل نقص المستلزمات الطبية والأدوية وإهمال وزارة الصحة للواقع الصحي في المستشفيات وتساءل الأهالي عن دور مدير الصحة بمحافظة ذيقار وسط غياب الطواقم الطبية وتدهور حال المستشفيات داخل المحافظة خلونا نشوف طبعا هاي الرسالة نوجهها إلى مدير الصحة ذيقار احنا اللي ندر بي بكل الدول معمول ولحد دلال معمول بكل الدول الصحة تابع المدارس دكتر على المدارس من رياض الأطفال إلى المدارس الابتدائية إلى ما فوق الغاية منعته يكون هاي الأمراض اللي هسه هسه منتشر أمراض الحصبة يعني أمراض حصبة مو شوال ما كان بالأطفال مو شوال ما كان بالأطفال إضافة إلى قلة العلاجات اللي هي الكافة على المراض هذا دليل على أن ماكو هناك رقابة صحية وماكو أي توجه صحي على المدارس وعلى الدور السكنية من أجل توعية ومن أجل أن تكون هناك علاجات أنا المرض هذا لا سامح الله أحاول أنا أعاجب مكانه مو منا لمن يستفعل وبعدين أقول ورلا علاجات ما عندي زيلا شين اللي سويته شين اللي قدمته لحد الآن انتم جاي تدرون ماكو هسته منتشر حسبة بالأطفال هسته منتشر حسبة بالأطفال هسته المستشفى نحن نبيها يعني منتشر مو شون ما كان هاي الأمراض ما للحسبة بالأطفال زيلا من المسؤول عن هذا الجهل وعن هذا التخلط اللي جاي يصيب المحافظة اللي جاي يصيب العراق يا أخواننا يا ناسنا يا أعزانا طلعوا الفرق الصحية خلي تفتر على المدارس الحكومية رياض الأطفال الأهلية على الدور الزكنية ترحالات استفحال الحسبة الحمد لله وشكرا انتشرت بالناصرية وإذا ماكو في التوجه من الصحة يعني أنا أقول لك راح أتفوق الألاف والمئات الألاف ننتقل إلى شيء أكثر خطورة مشاهدين الكرام إلى محافظة البصرة إلى مرض السرطان انتشر هذا المرض بشكل أصبح يفتك بأبناء المحافظة بشكل سريع وطيرة متسارعة حيث وجه أحد المواطنين من أبناء محافظة البصرة مناشدة للجهات المعنية بضرورة إيجاد حل للحد من انتشار مرض السرطان وطالب بفتح مستشفى متخصص لعلاج المرضى خلونا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم ناشدناكم من شمال البصرة ومن البصرة ومن الرغوطة ومن الأماكن اللي مضررين بها المرض السرطانية ناشدناكم من شمال البصرة ومن كل مكان وين نروح بعد ناشدكم الزيحون نعم وديه صحة البصرة وأن تبنونا مستشفى لجلنا وتنتبهون لحالتنا أن أمراض السرطانية أكدت نتابع التعليقات مشاهدين الكرام على هذا الموضوع عندنا تعليق من أرجوان تقول الحصبة كلش منتشرة بالسماوة الطفل يدخل مريض ماكو مكان ولا أكو جهاز التنفس ينجبر أهل الطفل أو ينجبرون أهل الطفل يطلعون يكملون علاجهم بالبيت هاي صارت بينا طلعنا الطفل من المستشفى والعلاج بالبيت نتابع أم ريم تقول للأسف واقع مستشفياتنا مزري والله الوضع يندى له الجبين شعارهم جيب 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 من الصيدليات الخارجية والباقي أعظم أبو منتظر يقول اللي يريد أطفاله يتمرضون خلي أخذهم الهاي المستشفى اللي عبارة عن بؤرة أمراض وعدنا تعليق من ثمار يقول لا مراقبة صحية ولا متابعة للأسف أصبحت وزارة الصحة مبهمة ليش مبهمة يعني شنو السبب اللي يخلي هذه الوزارة لا تقوم بواجبها الصحيح هل هناك أهداف معينة تقف خلف استمرار أهمال المواطن العراقي أهماله بالمستشفيات الحكومية أهمال صحته هل هناك مسعى معين من هاي الأحزاب الموجودة اللي إجدتي بعد 2003 وتناوب على وزارة الصحة وزراء من كل الأحزاب تقريبا اللي أدارت شؤون العراق وحكمت هذا البلد إلى الآن ماكو إجابة واضحة ومفهومة أنه ليش ديريدون حالة المواطن العراقي الصحية تستمر بالتدهور عندنا اتصال طيب خلونا ننتقل مشاهدين الكرام إلى موضوع آخر في هذه الأثناء ننتقل إلى قضية السكك الحديد في العراق والقطارات والمشاكل بسوء التنظيم والإدارة من قبل دوائر المرور أو وزارة النقل طبعا إلى ملف الازدحامات المرورية حيث وثق مواطنون توقف قطار بسبب الازدحامات الخانقة في العاصمة بغداد مع ساعات الذروة حيث استغرب المواطنون غياب التخطيط والتنظيم خلونا نشوف يعني قطار بنص الشارع الشارع بنص القطار يعني حقيقة مشهد فوضوي مشهد فوضوي يمكن يعكس صورة العراق يمكن هذا عراق مصغر صراحة اللي شفناه هاي الفوضوية اللي شفناها هي عراق مصغر نتيجة حكم هاي الأحزاب نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدين الكرام ننتقل بكم إلى محافظة البصرة الحال في البصرة لا يختلف كثيرا عن الحال في بغداد مواطن عراقي وثق سيارات تعرقل حركة القطار المتوجه من بغداد إلى ميناء أم قصر وانتقد هذا المواطن وغيره عدم وجود إشارات مرورية أو إشارات لتنبيه السائقين لحظة مرور القطار خلونا نشوف موسيقى 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 اشتركوا في القناة ننتقل الى مقطع ايضا ضمن هذا الموضوع ساق احد القطارات وثق التجاوز اللي دي يصير على سكك الحديد في العراق من قبل بعض المواطنين اللي يقومون بايقاف سياراتهم الخاصة على خط سير القطار هذا الموضوع يؤدي الى تأخيرة وايضا الى عرقلة طريقة بمواصلة المشوار الى المحطة اللي يريد يوصلها احيانا تتوقف هذه القطارات بسبب ترك السيارة من قبل صاحبها وذهاب لقضاء حاجة معينة وطبعا يظل صاحب القطار ينتظر او اذا يريد يضطر ان يدوس السيارة وهذا طبعا امر صعب ان يسوي سائق القطار فاكو مشكلة ديعاني منها سائق القطار صراحة في العراق ويعني ما نعرف هو السبب المواطن الفوضوي لو الحكومة الفاشلة في ادارة هذا الملف واللي ادى الموضوع الى حدوث هذه الفوضى خلونا انتابع التعليقات المشاهدين الكرام على هذا الموضوع فيصل يقول حكومة المحلية لبغداد فاشلة ما تعرف تسوي مجسر حتى القطار يمشي براحته اسمها تقول اتدمرنا والله كل الطرق واكفة تريد ترجع لبيتك ماكو والحكومة تتفرج يونس يقول اهم شي يستوردون الاف السيارات سنويا المستورد يربح والحكومة تاخذ منهم ضرائب وقمارك والمواطن واقع بيها خليل يقول هو تخطيط المدن ما بيتوسعات مستقبلية كل مسؤول بلدية او محافظ يجي للادارة يبقى الحال على ما هو عليه والعراق بلد ارض واسعة والمفروض يتحول الطريق السككي الى خارج المدن او يتحول الى مترو افكار حلوة صراحة طرحة خليل طبعا موضوع المترو هذا من المشاريع الوهمية الى الان مجرد كلام خلونا نسمع ابو عمر من بغداد تفضل ابو عمر حياك الله حياك الله استاذ محمد وتحياتي القناة الرافدين وتحياتي استاذ المشاهدين الكرام كل الهنة يعني استاذ محمد بالنسبة كل المتنزهات الى ادنى بالعراق يعني انبنت قبل 2003 ولحد الهنة نعم نعم يا ابو عمر ابو عمر يبدو فقدنا نتصالوا يا سيد ابو عمر من بغداد احنا نطرح تساؤلات مشاهدين الكرام على اللي دا نشوفها ودا نعرضها واللي تم توثيقها ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين العراقيين هاي الاحزاب هسا اللي دا تتصار على مجالس المحافظات وعلى اختيار هذه الشخصيات هو احنا نعرفهم انهم تاريخهم اسود لكن يعني راح يتغير شيء ايجابي للمواطن يعني هاي الشخصيات اللي دا تجي لحكم العراق كرئيس وزراء او نواب برلمانيين او هسا بالجديد مجالس المحافظات اللي عادت للواجهة راح تغير هي اصلا غيرت في السابق اي شيء لمصلحة المواطن مو هذا اللي دا نشوفه هسا من فساد وفشل في الادارة وفشل في التخطيط والتنظيم وسوء في ادارة هذا البلد هو تراكمات عشرين سنة هو من الفين وثلاثة بداياته لما استلمت هذه الاحزاب الاياد علاوي وابراهيم الجعفري ونور المالك الفترة السوداء في تاريخ العراق وبعدين اجي العبادي وعادل عبد المهدي والكاظمي وهس السوداني ذولهم ونفسهم سلسلة طيب ليش احنا ما دا نشوف ولا واحد من السابقين حاسب السوداني الى الان على فشل في ادارة هذا البلد لانه هذه اللقطات اللي دا نشوفها هي لقطات تراكمات سنين احنا ما دا نتكلم عن حالة نشأت في لحظة لحظة ما بين حكومة السوداني وما بين حكومة الكاظمي لا هاي بدايات الاحتلال وهي نتائجها عشرين سنة من التراكمات تراكمات الفساد والفشل والاخفاقات في ادارة هذه الدولة وصلت الى يد السوداني الان غير المفروض يبدأ بمحاسبة الفاسدين وتنظيف هذا البلد حتى يبني صح على ارضية صحيحة وقاعدة متينة ويانا السيد ابو سمية من الانبارد فضل يا ابو سمية حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد الكريم هذه الحكومة ليس من تحنياتها ولا من مستواها انها تتقدم في مجال النقل الذي تطور فيه العالم كثيرا كما نلاحظ فهذا يبدع في الانفاق تحت البحر كما حدث في نفق المانش الذي حفر قبل سنوات طويلة بين فرنسا وبريطانيا وتحت البحر ويمر فيه القطار هذا العمر بالنسبة لبلدنا يعتبر معجزة ويعتبر خيالا الدول التي تحرس على نفوس شعوبها تحرس على وسائل النقل لكي تجعلها اكثر عمانا أما في هذا البلد المنفلد الذي لا يبالي بضياع المال ولا يبالي بضياع الأرواح لا يبالي كيف يسلموا أرواح الناس لقاعد طيارة فلد لقاعد غطار منفلد ولغيره سيد الكريم في إحدى الدول الأوروبية جنحت إحدى الطائرات وأوشكت أبتصر ولكن الطيارة كان ذكيا وكان متفقسا وقد عينته جهات مسؤولة فحاول أن يمكن الركاب كلهم فهبط وصف أحد الأنهر وأنقذ حياته جميع الركاب لماذا؟ لأن الدولة قد تعبت وهيئت من يهتم بأرواح الناس طيب رح أرد لك إياها بمثال من العراق هذا العامري لما كان وزير للنقل ابن المصون في لبنان كان يسهر يمكن أو شوف الجيف سوي وأعاد طائرة هي بالجو رجعها والحادثة يمكن أغلب العراقين يذكروها رجع طائرة وهي بالجو ليه شلين نتأخر عليها راحت أقلعت قبل لهو يصعد فبأمر منه ومن والده وزير النقل رجعوا الطيارة ورجعت وركب وطار بيها يعني هذا الفرق في إدارة المؤسسات في العراق وما بين دول العالم الثانية نعم سيد الكريم هذا استخفاف بكرامة الناس أولا هو استخفاف بحياتهم ومن تلك المخالفة على مستوى الدولة المتطورة سوف تجد العقوبة جاهزة أما في بلد الانفلاث في بلد العراق الذي لا يعير أهمية للحياة ولا للكرامة فإن الأمر احسيادي ويمر مرور الكرام لأنه لا يبقى لنا بالسلامة سألت قبل شوية عن مجالس المحافظات قبل 2019 بالوقت اللي ثورة تشرين أطاحت بما يسمى مجالس المحافظات هاي بؤر الفساد المعروفة وإحدى بوابات الفساد رجعت هاي الأحزاب اللي ما تعرف يعني ليش دت عاكس المواطن إذا هي تريد مصلحة المواطن رجعت وعادت هاي المجالس نسأل تراكمات عشرين سنة من 2003 إلى اليوم طبين على الواحد وعشرين هي بسبب الإخفاقات في إدارة المحافظات والفشل في إدارة الدولة ليش ديريدون يعيدون ويرجعون هذا المسلسل اللي ما قدم أي شيء إيجابي للمواطن سيد الكريم هناك أمر واضح بالنسبة لسياسة هذه الدولة هو أن ملفات الفساد حتى وان كشفت وحتى وان فشت مجالس المحافظات لفترة المعينة فسياستهم تقول لهذا الشعب سعيدوا الوجوه المدورة وسعيدوا الفساد الذي اعترضتم عليه ومنخص كلامهم ولسان حالهم يقول يا شعب اضرب برأسك عرض الحائط وشكرا جزيلا سيد أبو السمية من الأنبار هذا ما يتم متداول داخل الأوساط المجتمعية والأوساط الشعبية في العراق أنه بهذه الأحزاب اللي أعادت مجالس المحافظات والعمل بهذا النظام هو تحدي واضح ورد على المواطنين العراقيين اللي طلعوا بالتظاهرات واللي أسقطوا نظام مجالس المحافظات لأن كان بوابة من بوابات الفساد رجعوا تحدي للمواطن ورد على كل الناس وأيضا رد على من خضع من المسؤولين في فترة ثورة تشرين لرأي الشارع أو ضغط عليه بسبب التظاهرات مثل عادل عبد المهدي اللي انضغط عليه حتى يتنحى ويبتعد عن المنصب الرد من الأحزاب ومن العملية السياسية والقائمين عليها في العراق أنه لا إحنا رح نرجع اللي تم إنهاءه وإيقافه في ثورة تشرين لأنه مرد كلام الناس يتمشي علينا حتى باتشروا قبل لا يطلعوا بتظاهر ثانية يطيحون بأحد السياسيين الموجودين في السلطة أو يطيحون بمشاريهم خلونا نروح إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام ونرجع ونكمل وحضراتكم باقي المقاطع لدينا في هذه الحلقة إلى أي مدى فضح طوفان الأقصى من يسمون أنفسهم قوى الممانعة تحت لواء نظام إيران ومنع كاسات مجريات طوفان الأقصى على التخادم الأمريكي الإيراني في العراق وهل ستشهد الأرض العراقية مدايات أوسعة للاستهداف الأمريكي للميليشيات الموالية لإيران في العراق هذه المحاور نناقشها في حلقة تحت الضوء المقبلة بعنوان المشهد العراقي بعد طوفان الأقصى حياكم الله مرة ثانية مشاهدين الكرام نكمل ويحضراتكم في برنامج صوتكم حلقتنا لهذا اليوم بها مواضيع متنوعة طرحنا قضية انهيار إحدى العاب المدينة الملاهي في محافظة واسط إصابات بين صفوف الأطفال الحمد لله ماكوا وفيات إلى الآن لكن هناك حالات إصابة خطيرة وتحدثنا عن موضوع يتعلق بسوء التنظيم والإدارة في قضية السكك الحديد وهذه الفوضوية التي يشهدها البلد لا يوجد تنظيم ولا يوجد استثمار ولا استفادة ولا تطوير لقطاع السكك الحديدية وأيضا الفوضى مثل ما قال أحد الأخوة اللي علقوا ضمن تعليقات الموضوع فوضى فاتحين باب باستيراد السيارات على مصراعيه من دون أن يكون هناك توسع للطرق إعادة التأهيل تنظيم عملية استيراد السيارات تنظيم الطرق والشوارع بما يتناسب مع التعداد السكاني وعدد السيارات والنتيجة هي ازدحامات واختناقات مرورية تخلي الناس ما تقدر شفتوا بالتعليقات نريد نرجع للبيت ما نقدر خلونا نسمع رأي السيد أبو يسر من بغداد تفضل يا أبو يسر حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله طبعا موضوعكم يعني جدا مشوق وموضوع الساعة الصراحة يعني أستثنى مننا نقول يعني تحشي حضرت أخي الأزدحامات بغداد وازدحامات اللي موجودة أنا كميوظف حاليا لا أريد يعني داخل بغداد فقط أحفزي ساعة لا ساعة ونص تقريبا حتى وصل المقرآن نعم يعني صحيح يعني الإعمار بالحالة الطبيعية هل يستوجب الوقت إذا الشارع فارغ 20 دقيقة يعني 20 دقيقة هراية بزيزي 20 دقيقة يعني يعني تقدر توصل راحة الجهية يعني بس يعني حاليا لا إزدحامات خانية يعني يعني جبائل أعمال طبعا مشاريع فقط باستناقات يعني يعني أضافة إلى أنه ماكو بديل يعني استغراض السيارات يعني تدفق يعني كلش كلش يعني زخم قوي بالسيارات طبعا سيدة أبو يسر بغداد بغداد هي أصغر محافظة عراقية يعني كمساحة وبها أكثر عدد سكاني موجود في العاصمة والسيارات عند أسمع ما شاء الله يعني بالعراق أكو عوائل بيت أو بيوت داخل بغداد عندهم سيارتين وثلاثة وأربعة وهذا الموضوع طبعا يسبب أزمة لأنه أنت هذه السيارات كلها مع التعداد السكاني يتم استخدامها بشوارع ضيقة وقديمة وكلها طسات وحفر وماكو تنظيم لا إشارات مرورية لا شواخص مرورية ما عندك فصير فوضى طيب هاي التوسعة هاي التوسعة اللي دي يجريها على أساس السوداني هاي المشاريع الناس يقولون إلا الآن ما تنفذ شي أنه ليش الآن ومرة وحدة يعني هي أصلا تسبب اختناقات هاي التوسعة عملية التوسعة أو المشاريع اللي على أساس دي سعوية السوداني ده تضيق للشوارع أكثر ده تقلل للشوارع اللي متاحة للاستخدام وده تسبب أزمة أكبر نعم طبعا هي أكيد يعني كثرة السعارات بدون بديل أنه النقل العام أكيد كلش قليل يعني نقل العام بالنسبة للقلصات العام متلقق يعني المنظرقين اللي هم دخلهم محدود صحيح يعني يستفادون من النقل العام أكيد لكن انتجوا إلى السيارات الخاصة داخلها يعني قلت لها قلت موارد النقل العام نعم فهذه البشاريع يعني مشاريع طبعا تساعد هي أكيد خطي الاختناقات لكن وجودها بوقت واحد يعني هي هذا اللي يسبب طيب صار لهم يوعدون الناس ويوعدون مو بس العراقيين صراحة ديرا وجودها خارج العراق أنه مشروع المترو المترو قادم وهس بالجديد على أساس فريق استشاري لبناني هي لبنان كلها على بعضها ما بيها مترو جايبين فريق استشاري لبناني دافعي إلى 700 مليون دولار حتى يشرف على بناء أو إنشاء مترو الأنفاق في بغداد بله هذا كلام يعني جداً يعني يعني يشاري خاصة بالتعارضات مش يعني شرح تنحل هاي يعني هو صح مشروع ضخم ويطب أزم صار لكم سن يحجون به قبل ولادتنا يعني نسمع بهذا المشروع لحد الآن ما تطبق بله إذا حتشينا عن فترة السبعينات والتي تلاها إلى 2003 العراق طبه بحروب ومشاكل وفلوس ماكو يعني الثمانينات استنزفت للدولة والتسعينات حصار تمام إذا أجينا إلى 2003 الفترة اللي صار بها الانفتاح والتطور العالمي طبعا والانفتاح داخل العراق والفلوس اللي قامت تجري بيد الحكومات المتعاقبة هذا المشروع صار لهم يحكوون بي سنين لو نفذوه من أول يوم يحكو بي كان هسه كمل كان عندنا شبكة عملاقة لمتر الأنفاق موجودة جوة بغداد يمكن ممتدة حتى للمحافظات شنو اللي منع انه يسوه والله أستاذ يعني أول شي فبرة متراكمة مع التوادر يعني هذا المشروع مستحدث في بغداد يعني بالعراق كله بالأحرى يعني مرح تقدر تقر خبرة متراكمة عند العراقيين أو الشعرين العراقيين مستحيل يعني يعني لم يكن في دين هكذا أجيب أجيب الخبير منبر يا بيوسر يعني تعرف يكون على قداتك يعني صح يعني موازنات انفجارية المقرب يسوون شبكة عن كبوسيل هذه المتروات نعم لكن يعني طبيعة بغداد وجبرافية بزمانه النهار يعني فايت موازن حيوز كل الشبير يعني أنا أكترح بصراحة يعني حتى نجر النهار لازم نتغير في حال تنفيذ هذا المتروات لا أكو أكو بدائل ثانية إذا هم يمدون الشبكات حتى أكو أنفاق عالمية بالدول المحيطة بنا تمد من تحت البحار يعني مو مو أنهار اشقد عمق لنهار لا يعني شنو القصر يعني هذا السؤال إحنا يعني مدن نجي نتكلم بقضية إحنا مو دولة أفريقية أو دولة نائية مع احترامنا هذه الدول إمكانياتها المادية محدودة وإمكانياتها البشرية ضعيفة فما عدنا أنه نقدر نسوي إحنا ليش أصلا ما وصلنا للي دنقول عليه إحنا بعيدين عن هاي الدول شنو اللي يمنعنا أو شنو اللي يمنعنا سابقا والله المفروض هذا السؤال يعني أنا هاي الجامعات وأنا هاي الاحتكاك العلمي والأول تو أما ما بين الجامعات العالمية يعني وبغداد المفروض هسا حاليا على يعني كلامة أنه لكن يعني التفاقات اللي لست تخرج مقابل هذه المشاريع الضخمة ما أعتقد يعني ما أعتقد يعني يعني العالم يشي خضرة وهذا الدور منه ومسؤولية منه أنه يخلي ذول الشباب يواكبون يا أبو يوسف المفروض هاي وزارة التخطيب يعني تبنى هذا الموضوع وتخلي ألقى البعشات تواصل ويعني جامعات رصيمة ويعني مستشمارين يعني يخلوهم بحيث يعني يواكب الألم والتطاور شكرا جزيلا سيدة أبو يوسف من بغداد أشكر حضرتك للمشاركة لما أريد أنا دولة ما عندي خبرات مثل ما قال السيدة أبو يوسف ما عندي خبرات في قضية مشاريع متر الأنفاق أجيب أو أستعين بخبرات إحدى الدول ذات الصيت والسمعة الجيدة الحسنة في هذا المشروع يعني قضية متر الأنفاق المفروض المستشارين هناك دول أوروبية مشهود لها فرنسا على سبيل المثال من الدول المشهود لها بالتقنيات والتطور في متر الأنفاق أروح لليابان على سبيل المثال أستعين بدولة عربية مثلا خبرات مصر عدها متره تمام ممكن أستعين بها يعني مثلا على سبيل المثال تركيا قريبة عدها متره ممكن أستعين بخبرات المهندسين القائمين على تنفيذ مشاريع متر الأنفاق لكن أروح اللبنان أجيب مستشارين استشاريين من لبنان البلد اللي ما بيمتره وما عنده خبرات في تنفيذ هذه المشاريع أروح أجيب منها خبراء أدفع لهم 700 مليون دولار 700 مليون دولار مشاهدين الكرام 700 مليون دولار راحت للاستشاريين اللبنانيين اللي هم بلدهم ما بيمتره عنفاق خبرتهم من وين جاي من وين تأسست ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدين الكرام الفساد في تنفيذ المشاريع وهي طبعا هذا اللي كنا نتكلم به هو واحد من هذه المفاسد الموجودة في العراق ناشط من محافظة ذيقار انتقد الفساد في تنفيذ المشاريع الخدمية والإهمال الحكومي وعدم الاستجابة لمناشدات الأهالي المتكررة فيما يخص الجانب الخدمي الناس تشتكي الحكومة تشوف وتسمع لكن لا تتفاعل لا تستوجب لا تجيب لا تستجيب لهذه المطالب ليش؟ لأنها ما تعتبر نفسها ممثلة لهذا الشعب ولا تعتبر هذا الشعب أصلا جزء منها ومن هذه المنظومة هم يستقلون بنفسهم وينؤون بنفسهم عن المجتمع العراقي خلونا نشوف محافظة إقاق مرتبى الحكيم المحافظة الجديدة وماك استجابه تدرون وتحطون عنارة من الناصرية لحت آخر قضاء للفجر من الناصرية لأبو الغراف أبو الغراف لأبو الشطرة أبو الشطرة لأبو النصر أبو النصر لأبو الرفاح لألقل على الفجر يا محافظة ديقار يا مرتبى الحكيم هاي مناشرة إليك من مواطن ديقاري وهاي لأبو بيتي ولا أنا صاحة شلارة ولا أشتغل على هذا الخط بس هاي الحتمة للصالح العام لأن هذا الشارع ضرم بليه لاش يقول هاي سبب تصدير أكو إنارة لأن أكو لايت هاي رسالة للمحافظ نكملوا بهذا الموضوع مشاهدين وننتقل إلى مقطع آخر انتقد مواطن سوء تبليط أحد الطرق مقابل مستشفى النفط في حي الزهراء بمحافظة البصرة وطالب بمحاسبة المقصرين خلونا نشوف شارع الجمهورية شارع حي الزهراء لمقابل مستشفى النفط أكو تبليط بهاي الطريقة على التراب وهذا الزفت مثل ما شاهده هذا الزفت تعالق نروح للجانب الآخر وشوفه بعينك هذا تراب على حاله التراب على حاله محافظة البصرة تبليط بهاي الطريقة يصير هذا تراب هذا تراب ماله وهذا التبليط نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدين بطريقة ساخرة انتقد أحد المواطنين سوء تنفيذ أحد الجزرات الوسطية في مشروع المدخل الشمالي لمدينة السماوة مركز محافظة المثنة خلونا نشوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني هذا الشارع هذا هذا مو جزرة وسطية مو رصيف هذا شارع هذا بإمكانه لو كان هناك استفادة حقيقية وشغل بضمير أنه يتم تقليص هاي المساحة وتوسعة الشوارع حتى السيارات تأخذ راحتها أكثر عموما خلونا نشوف التعليقات على هذا الموضوع فارس يقول أقسم بالله كل تفكير وعمل هندسي ما عدهم المهم الشركات تشتغل وفلوس هدر بالمال العام علي يقول إذا قلل طول الجزرة الوسطية هنا راح تكلف المقاول حدل وإكساء اسفلت فالمهندس المقيم والمقاول الذكي والموظف المسؤول تم حسابها حساب بالمضبوط طلعت خسارة أقل خسارة أقل خسارة أقل تكلفة الرصيف والمقرنص صباح يقول الجزرة ما مبالغ مبالغ بعرضها كلش المفروض الخسائر ما الصب لو خسريها على إضافة عرض إضافي للتبليط والجزرة يتم رفدها بأشجار صديقة للبيئة طبعا فكرة حلوة جدا أنه موضوع التشجير سيد يقول الجزرة الوسطية إيش قد ما تكبر يستفاد منها الفاسد كل شهرين تبديل أرصفة جيب المقرنص رجع الورد جيب المحجر رجع التراب وعلى هاي الرنة الشارع عمري صار 38 سنة نفس التبليط ما بي فايدة ما بي فايدة لهم مثل الجزرة الوسطية خلونا نروح مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود يبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر 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 حياكم الله مرة ثانية مشاهدين الكرام نصل إلى فقرة الإنفوغرافيك حيث صلت قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على الذكرى ثالثة وثلاثين للقصف الأمريكي اللي طال ملجأ العامرية عام 1991 واللي أدى إلى استشهاد أكثر من 400 شخص مواطن عراقي بينهم أطفال ونساء في جريمة ووصمة عار بجبين العدالة الدولية دعونا نشوف هذا التقرير مشاهدين الكرام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ننتقل المشاهدين إلى الهاشتاغ واسم اليوم هو نفس الموضوع ملجأ العامرية أيضا العراقيون تفاعلوا في موقع أكس مع هذا الموضوع أثمان المختار يقول بمثل هذا اليوم الطيران الأمريكي يرتكب مذبحة ملجأ العامرية غربية بغداد استشهد أكثر من 400 مدني بينهم 51 امرأة واثنان وخمسون طفلا بقصف الملجأ المدني عقبها بيوم واحد مجزر مروع حيث قصفت طائرات أمريكية سوقا شعبيا وسط الفلوجة استشهد فيه عشرات المدنيين جرائم لا تسقط بالتقاد عدنا تعليق من بهاء خليل يقول نستذكر كل عام بألم جريمة ملجأ العامرية التي راح ضحيتها أكثر من أربعمائة طفل وامرأة لم يكن لهم ذنب سوى أنهم من أرض الرافدين جريمة ستبقى محفورة في ذاكرتنا نروي أحداثها لأبنائنا ونحكي لهم واحدة من أبشع جرائم العدو الأمريكي في التاريخ تعليق من زينب تقول في فجر 13-2-1991 قصفت طائرات أمريكية ملجأ العامرية المدني في بغداد احتمى فيها أكثر من أربعمائة شخص غالبيتهم نساء وأطفال مما أدى إلى استشهادهم جميعا بعد 33 عام لم يحاكم القتل ونحن العراقيون لن ننسى ولن نسامح أدنا تعليق من أياد يقول ليست سوى جريمة من بين آلاف مثلها ارتكبتها الأمريكا ضد الشعب العراقي ملجأ العامرية عام 1991 كان شاهدا على عصر العفن الأمريكي أربعمائة عراقية أغلبهم من النساء والأطفال صعدوا إلى السماء ليشكوا إلى الله ظلم القريب والغريب في مثل هذا اليوم وكان أرواحهم ما زالت بيننا بهذا مشاهدين أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة